اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نائب رئيس الجمهورية يطلع على مستوى الجاهزية القتالية للواء الثاني حماية رئاسية بمدرية العبر بمحافظة حضرموت والجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بمدرية نهم شرق صنعاء اهلا بكم اجرى فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية اتصالا نهاتفيا برئيس هيئة الاركان العامة الواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ صنعاء عبدالقوي شريف للاطلاع على مستجدات الاوضاع العسكرية في الميدان والانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات واشد رئيس الجمهورية بالانتصارات العظيمة التي حققها ابطال الجيش والمقاومة الشعبية والتي تكللت بتطهير مواقع جديدة في مدرية نهم وشدد على اتباع خطط عسكرية تواكب المتغيرات على الميدان لما يضمن الاستمرار في تحقيق الانتصار والاستعداد لما بعد محافظة الجوف مؤكدا ان تطهير بقية المحافظات من الميليشيات الانقلابية الامامية الكهنوتية امر لا رجعت عنه مهما كانت التضحيات ونوها فخامته ببسالة ووطنية ابناء صنعاء المؤازرين للشرعية وقوات الجيش الوطني والذين اكنا لهم الدور الابرز في تحقيق الانتصارات على الفئة الباغية التي ادخلت الوطن في جحيم الاحتراب والتدمير واكد ان التاريخ لن يرحم المتآمرين على الوطن وان زمن تزييف الحقائق قد انتهى وان استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الامن والاستقرار هو ما يجب على الجميع التضحية من اجله للعيش في ظل دولة اتحادية يسودها النظام والقانون والعدل والمساواة من جانبه اوضح رئيس هيئة الاركان العامة اخرة مستجدات الاوضاع العسكرية في الميدان والانتصارات التي تحققت بفعل تكاتف الجيش والمقاومة الشعبية من ابناء صنعاء ومساندة من القوات الجوية للتحالف العربي واكد ان الجيش على اهبة الاستعداد لتنفيذ الاوامر العسكرية والتحرك الى ما بعد الجوف متى ما تلقى الاوامر من رئيس الجمهورية وعبر عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس بجبهة نهم ومختلف الجبهات ومتابعته المستمرة لمستجدات الاوضاع في الميدان بعث فخامة الرئيس عبد الرب من صرهاد رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى ابناء واخوان سعيد بن عوض الكازم الذي وفه الاجل في احد مستشفيات عدن بعد تعرضه لحادث مروري الاسبوع الماضي ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد الذي كان احد ابرز الشخصيات الاجتماعية حضورا بمديرية احور وخاصة منطقة باكازم فقد كان من اهل الحل والعقد الذين يعتدوا برأيهم ومشورتهم ويحظى باحترام وتقدير الجميع لما له من مواقف نبيلة ومساعية خيرة في اصلاح ذات البين لما يمتلكه من حكمة ورؤية واعرب عن بالغ الحزن والاسى في رحيل الفقيد سائلنا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان مثل حضور فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية قمت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي اهمية كبيرة في نقل معاناة اليمنيين للدول المشاركة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام واستعراض فخامته لما تعرضت له اليمن من دمار وخراب وارتكاب الميليشيات الانقلابية المتمثلة بالحوث وصالح جرائم ضد الانسانية وقتلهم للنساء والاطفال وتدمير المدن والسطو على مؤسسات الدولة المختلفة تفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل ياسر هادي زيارة ناجحة لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في القمة العشرين لأعمال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والتي عقدت خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الاندنوسية جاكرتا التقى خلالها فخامت رئيس الجمهورية عددا من المسؤولين لبحث التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين وفي افتتاح القمة نقل رئيس الجمهورية ما يعانيه اليمنيون جراء حرب ملشة الحوثي وصالحة الانقلابية على ابناء الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية داعيا أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإيقاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار ولقد أجهض الانقلاب الدموي للمالشيال الحوثي ومن معهم ومن يقلف خلفهم في 21 سبتمبر 2014 عملية الانتغال السياسي السلمي التي بدأناها وإدخل اليمن في دوامة الحرب الأهلية ودمروا وما يزالوا نسيجها الاجتماعي لقد باتت اليمن اليوم تواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية من انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة والتراجع المؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مرعب وارتفاع معدل الجريمة والإرهاب الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتغال من مرحلة اليكاثة الإنسانية إلى مرحلة عادة الإعمار لكافة المحافظات اليمنية ومساعدة الحكومة اليمنية في إنجاز تطلعاتها رئيس الجمهورية عبد الربو منصر هادي وعلى هامش مشاركته في القمة التقى بنظيره الاندونسي جوكو ويدودو في العاصمة جاكرتا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآثاق تعزيزها وتطويرها على مختلف المستويات وإمكانية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين اليمنيين إلى اندونسيا ومنها إلى دول الجوار في ماليزيا وغيرها للدراسة والزيارة مؤكدا أهمية تفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في شتى المجالات ومنها ما يتصل بالتعليم العالي والسياحة والثروة السمكية والملاحة وغيرها والتي سيكون لها مرددا إيجابيا لمصلحة البلدين من جانب آخر التقى رئيس جمهورية عبد الربو منصر هادي بنائب الرئيس الهندي محمد أنصاري وخلال اللقاء أشاد فخامة الرئيس بالعلاقات المتينة بين البلدين والمبنية على الوضوح والتفاهم والتعاون المشترك في المحافلة الإقليمية والدولية لمصلحة البلدين والانتصال لقضايا الأمن والسلام والاستقرار وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية إعادة فتح القنصلية الهندية في عدن لتسهيل استخراج التأشيرات للجرحى والمرضى والطلاب والزوار وقيرهم نظرا للارتباط الوثيق بين البلدين والشعبين الصديقين إذن هي الزيارة الناجحة بكل المواصفات ونتائج إيجابية مخضت عن تلك الزيارة التي تؤكد أيضا أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بشرعية الرئيس عبدرب منصور هادي ياسر هادي قناة عدن الفضائية أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين برئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن محمد علي المقدشي وقائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن إسماعيل زحزوح اطلع خلالهما على الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني بمساندة التحالف في جبهة نهب محافظة صنعام وبارك نائب الرئيس هذه الانتصارات مشيدا ببسالة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحياتهم الجسيمة وما قدمته دول التحالف من دعم أسهم بشكل كبير في إحراز هذا التقدم واستمع نائب الرئيس خلال الاتصالين الهاتفيين إلى الوضع الميداني ومدى تنفيذ الخطط العسكرية المرسومة وما يسطره المقاتلون من ملاحمة بطولية مؤكدا مضي القيادة السياسية واستمرارها حتى تحرير كل أرجاء اليمن واستكمال استعادة الدولة من جانبهما أكد رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية السابعة على الاستمرار في تنفيذ التوجيهات والتقدم لطرد الميليشيات الانقلابية معبرين عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اللواء الثاني حماية رئاسية بمديرية العبر بمحافظة حضر موت للاطلاء على أحوال المقاتلين ومستوى الجاهزية القتالية لللواء كان في استقباله قائد اللواء العميد الركن عبدالرقيب دابوان وأركان حرب اللواء والقادة والضباط والصف وأفراد اللواء وتفقد نائب الرئيس أحوال المقاتلين ومستوى الجاهزية القتالية لضباط وجنود اللواء مشيدا بجهود قيادة اللواء والضباط والمدربين والجنود وما يتمتعون به من روح معنوية مرتفعة وتدريب وكفاءة عسكرية عالية وشهد خلال الزيارة عرضا عسكريا وحفل تخرج أقامه اللواء بمناسبة اختتام عدد من الدورات المتخصصة التي أقيمت لأفراد اللواء وألقى الفريق محسن كلمة توجهية نقل خلالها تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة وتأكيده على الاهتمام بأبطال القوات المسلحة وتقديره للتضحيات التي يقدمونها في سبيل تحرير الوطن كما ثمن الدعم الذي تقدمه دول التحالف في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات لأبناء اليمن في مختلف المجالات مؤكدا أن هذا الدعم سيظل محط تقدير اليمنيين وسيضمن حماية اليمن والمنطقة من المؤامرات التي تحيكها إيران عبر أياد تخريبية في أكثر من دولة وأكد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود لتلقي التأهيل والتدريب العسكري اللازم والجاهزية القتالية وقال إن قطرة دم في ميدان التدريب توفر قطرة دم في جبهات القتال وأضاف ليكن شعاركم بالروح بالدم نفديك يا يمن فحب الوطن من الإيمان والدفاع عنه من المتآمرين والعابثين واجب مقدس داعيا في الوقت ذاته ابناء القوات المسلحة جميعا إلى الإسراع في الانضمام للشرعية والانخراط في صفوف الجيش الوطني بالمناطق المحررة بما من شأنه ضمان مستقبل الأجيال اليمنية ودحر الأخطار التخريبية والإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وأكد الفريق محسن مضي القيادة السياسية في بناء جيش وطني قوي واحترافي على قدر عال من التدريب والتأهيل يكون ولأه للوطن وقادر على ردع مخططات التخريب التي تحاول النيلة من أمن اليمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي مع وزير الداخلية الماليزي تادو سري حميدي التعاون بين البلدين في المجال الأمني وتأهيل الكوادر والبنية التحتية ضمن مشاريع إعادة الإعمار في اليمن واستعرض المخلافي خلفيات الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتداعيات ذلك على السلم والأمن والاقتصاد اليمني وعرب وزير الخارجي عن تقدير اليمن للمواقف الماليزية المشرفة في مساندة اليمن خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي ووقوفها المطلق مع الشرعية الدستورية منما أثمر عن صدور قرارات دولية متعلقة باليمن والتي أكدت على عدم القبول بالانقلاب وتبعاته وأكد على توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما فيما يتعلق بأوضاع الجالية اليمنية الكبيرة في ماليزيا كونها من الدول التي بادرت في فتح أبوابها لليمنيين في هذه الأزمة وقدمت العديد من الامتيازات والتسهيلات لليمنيين وعبر المخلافي عن عميق امتنان اليمن رئيسا وحكومة وشعبا لهذا التعاون والتعامل الأخوي من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء الماليزي وزير الداخلية عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية المعاصرة بين البلدين مؤكدا أن ماليزيا كانت ولا تزال ترحب بالأشقاء اليمنيين وتدعم الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وأن هناك استعداد تام لدى الجانب الماليزي للتعاون في مجالات الدعم اللوجستي والتدريب في مجال الهجرة والجوازات والعلاقات الدولية والخارجية والتعاون الأمني في القضايا التي تهم البلدين حظر اللقاء سافر بلادنا في كولا لنبور الدكتور عادل بحميد التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي في كولا لنبور نائب وزير الخارجي الماليزي تادو سيري نيانا وتطرق المخلافي للوضع الراهن في اليمن معربا عن عميق الشكر والتقدير لكل الأدوار التي تقوم بها ماليزيا تجاه اليمن حكومة وشعبا لسيما الخارجية الماليزية التي كان لمواقفها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدور الأكبر في دعم شرعية الدستورية عبر استصدار القرارات الأممية ذات العلاقة من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الماليزي موقف بلاده المبدئي تجاه اليمن ووقفه المطلق مع شرعية الدستورية ودعم الحل السلمي وفقا للمرجعيات الثلاث من المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات العلاقة ومخرجات الحوار الوطني حظر اللقاء سافر بلادنا لدى كولا لنبور عاد البا حميد وأكلاء وزارة الخارجية الماليزية عقد وزير الإعلام معمر الإرياني ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة لقاء تشاوريا موسعا مع الإعلاميين والصحفيين بمأرب حيث أطلع الوزير الإعلاميين على أهداف وطبيعة زيارته للمحافظة ومعه مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اسكندر الأصبحي ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا عبدالله حزام ووكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالباصط القاعد وأشار إلى أن زيارته التي استمرت أربعة أيام بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية من أجل الإعداد والتهية لإنشاء قناة وإذاعة إقليم سبا إلى جانب عمل مكتب واستوديو إقليمي لقناة اليمن الفضائية ومكتب إقليمي لوكالة الأنباء اليمنية سبا فضلا عن إنشاء مركز إعلامي لتقديم خدمات النت عبر ساتيلايت للإعلاميين والصحفيين مجانا لتمكنهم من أداء رسالتهم الإعلامية إلى جانب إنشاء أول مطبعة في المحافظة تخدم الإقليم وأعرب عن تقديره للتعاون الذي أبداه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي للمساهمة بنصف تكاليف المطبعة المقدرة بمائتين وخمسين ألف دولار مع السلطة المحلية وشدد الوزير على أهمية الدور العلامي ورسالته الهدفة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي معركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي وقع في الأمم المتحدة على مشروعي تحسين الحالة الصحية والتغذوية للأم والطفل ومشروع تحسين نوعية التعليم والذي تموله اليابان وتنفذه منظمة اليونسيف في اليمن بمبلغ 13 مليون دولار وعقب التوقيع نوها مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد حسين اليماني بالدعم الياباني وما تقدمه لليمن في مختلف المجالات وخاصة الأطفال مؤكدا أهمية عدم الزج بهم من قبل الانقلابيين في النزاعات المسلحة من جانبه أكد مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة السفير كورو بيشو وقف بلاده إلى جانب اليمن وحكومتها الشرعية في الظروف الراهنة حتى تتمكن من تجاوزها كما أكد على أهمية تنفيذ المشروعين بإشراف مباشر من الحكومة الشرعية مع المنظمة حضر الحفلة المدير التنفيذي لمنظمة لينوسف أنتوني ليك ونائب مندوب اليمن المستشار مروان نعمان عفوا قتل أكثر من ستة وعشرين مسلحا وصيب العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهة عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء عبدالله شندقي أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير مناطق جديدة شرق نهم خلال المواجهات التي دارت اليوم سقط خلالها العشرات من ميليشيات الانقلاب وتدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وتقدم الجيش الوطني والمقاومة شرق المديرية وحرر الجبال دوة والعياني والضبيب والتيباب الحمر خربي جبل القرن إضافتان إلى عشرة مواقع أخرى كانت تتمركز فيها الميليشيات ولتزال المعارك مستمرة في كل المحاور التي في ظل تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهروب مسلحي الميليشيات ترجمة نانسي قنقر تقدم حاولة تسلل للميليشيات الانقلابية على مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقتين العارضة والميدان بمديرية مقبن غربي محافظة تعز وقال مصدر عسكري قوات الجيش الوطني والمقاومة أحبطت محاولة التسلل للميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع للميليشيات في الخط العام المؤدي إلى معسكر خارد بن الوليد أحد أكبر المعسكرات التي سيطرت عليه الميليشيات الانقلابية أحبط الجيش الوطني محاولة اختراق وتسلل للميليشيات الانقلاب في جبهة الصفراء بعسيلان شبوة وقال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحتل العولقي إن أبطال اللواء والمقاومة تصدوا بكل قوة لفلول الميليشيات وأرجعوهم على أعقابهم بعد وقوع عدد من القتل والجرحة في صفوفهم وأشار إلى حالة الضعف والوهن التي باتت تعتر الميليشيات وتراجع قدراتها القتالية بشكل ملحوظ باعتمادها على أساليب حرب العصابات وعدم استطاعتها المواجهة المباشرة في ميادين القتال قتل عدد من ميليشيات الانقلاب في هجوم للمقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأكد مصدر في المقاومة أن أفراد المقاومة الشعبية شنوا هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الانقلابية في تبة شرقان وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين إلى ذلك تدور مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات في مناطق أشحاب ناصر والدريعية وتبت شرقان بمديرية ذي ناعم في البيضاء كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاة انتهاكات حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بمحافظة تعز أنه تم رصد وتوثيق 490 انتهاك في جميع المحافظات اليمنية وقعت ما بين عامي 2016-2017 بينها تهجير 181 أسرة وسقوط 25 ضحية زرع الغام فردية بالإضافة إلى ثلاث وقاع لحوادث زرع الغام مضاد للدبابات قتل فيها 33 مدنيا في أبيان والضالع ولحج مشيرة إلى أن هناك 63 واقعة اعتقال وإخفاء قصري 2015 تام القتل والسيدة من خلال ترغيين وصقوط 106 قتلة 529 قليلها حالة المشن الخلوية التي أصابت لساة حلال عام 2015-145 منهم 73 حالة أجلت بهم أمارك للوافعة حالة 64 حالات إطهار وحماً هناك أصابت 1617 قليلة بالنسبة للسرطان أصيبت خلال عام 2015-1815 إمرأة بالنسبة للخايا 2016 تم مقتل 1689 قتلة ومن 689 قليلها بقضائف الحوثيين كرمت مؤسسة جنا للتنمية لتنمية الأسرة في ذكرى تأسيسها الأولى الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في يومهن العالمي والتي كان لهم دور فعال في خدمة المجتمع أثناء الحرب كما شمل التكريم 17 طالبة من أوائل الثانوية العامة في محافظة عدن لا يأسهمنا وقدمنا أوراقهن لمؤسسة جنا وفي حفل التكريم أشار وزير التعليم التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع وهي أيضا التي أنجبت النصف الآخر أي أنها كل المجتمع مؤكدا تجاوز الوزارة للعديد من الصعوبات مشيدا بالدعم الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات لخدمة الوطن والمواطن حظر الحفل مدير مديرية صير خالد سيدو التقى نائب وزير العلام لخ حسين عمر باسليم بصحفيات والموظفات والعاملات في مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة المواقة عدن وقدم نائب الوزير خلال اللقاء تهاني وتبركات فخامة الأخ المشير عبدالرب منصرهاد رئيس الجمهورية لهن بهذه المناسبة السنوية مشيرا إلى الدور الوطني والمهني المتميز للمرأة الذي أخذت هذه المؤسسة النصيبة الأكبر منه خلال الأربعة عقود المنصرمة كل في المجال الذي تعمل به صحفية وإدارية وعاملة إنتاج مستعرضا تحملها للعديد من المسؤوليات في المؤسسة بل ووصولها إلى رئاسة مجلس إدارتها وذلك في أحلك مراحلها وهو ما يؤكد قدرتها كأخي الرجل على العطاء والعمل والإبداع كما عبر رئيس تحرير صحيفة الرابع عشر من أكتوبر الأخ نجيب مقبل عن أمله بأن تاتي هذه المناسبة لتؤكد الدور النضالي والمهني الذي تطلع به كل منتسبات المؤسسة لعودة الصحيفة ومطابعها للعمل بشكل منتظم بعد ذلك قام الأخ نائب وزير العلام ورياض شرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونجيب مقبل رئيس تحرير صحيفة الرابع عشر من أكتوبر بتكريم الحاضرات بعدد من الهدايا الرمزية طبعا نهني اليوم نهني جميع العاملات في جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة عدن وفي جميع المحافظات الأخرى وفي أيضا على مستوى العالم نهني المرأة العاملة وربة البيت الأم نهني جميع النساء بعيد المرأة اليوم العالمي للمرأة ونهنيهم أيضا بما وصلوا إليهم بجهودهم إلى هذه المراكة القيادية أشهد الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بالأدوار المثالية التي قامت بها المرأة أثناء الحرب الأخيرة على عدن ومشاركتها البطولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع شقيقها الرجل في العمل النضالي المتميز ووقوفها إلى جانبه جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن والدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بعنوان الإعلام وقضايا المرأة بمشاركة وحضور واسع للأكاديميين والمهتمين عامة مبخير للمرأة بشكل عام على مستوى العالم المرأة يروني المرأة في عدن المرأة الدولوية لمرأة في جامعة الحاضرين والزميلات وأنا دائما أخص الذكرى الزميلات اليوم أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول أن الشهر مارس يوم يوم المرأة يوم ثمانين مارس وبعدها يوم واحد وعشرين مارس بالطعيم للأم يعني شهر مارس ارتبط بشهر المرأة وشهر مارس ما نعرف أيضا فيه يوم شم النسيم ويبدأ فيه الربيع واحد وعشرين مارس يبدأ فصل ربيع كثير من الدول بذل المرأة يا ربيع العمر ربيع الحياة وربيع الكون برعاة محافظة الضالع الأخ فضل الجعدي وقيم بمدرسة الإخلاص بمدرية قاطبة محافظة الضالع الحفل التكريمي للمعلمين وأوائل الطلاب لمختلف المراحل الدراسية بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفي الحفل الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات نقل محافظة الضالع الأخ فضل الجعدي تحيات فخامة الرئيس عبد الربا مصرهادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبايد بن دغر للحضور نظير جهودهم التي يبذلونها لانجاح العملية التعليمية وحثهم على التحصيل العلمي الذي يحصده مؤكدا أن ما يشهده اليوم من تحضير وإعداد في هذا الجانب دليل على الاهتمام بالعملية التعليمية التي هي أساس النصر والبناء في البدء اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد الربا مصرهادي وتحيات دولة رئيس الجراء أحمد بن دغر ونؤكد لكم أننا سنغف مواقف ثابتة لنصرة العلم العلم وحده وبالعلم وحده نستطيع أن نقضي على تقافة القوة تقافة السلاح تقافة الحلوك نحن في هذه المنطقة منطقة التماس من الحق التي فرضتها عصابات صنعاء الانقلابية نؤكد أننا بحاجة إلى نصرة العلم للقضاء على هذه التقافة بدون العلم بدون العلم المعرفة لا يمكن أن ننتصر على هذه التقافة ليصبح التقافة في مجتمعنا اليمن للأسف أصبح كل واحد ومنا كأب لما يروح يشير البتلة اللي بنى من السوق اللي يدور بتلة عسكرية بمك الروضة أو بأول ابتلائي أو ثاني أو ثالث أو خامس من تعليم الأساسي بنبحاني لعم بتلة عسكرية ولما نشتري هدية الطفل من أطفالنا نبحث لها عن أهل أو مزدس هذه التقافة علينا أن ننتصر على هذه التقافة وأن نبدأ من هدية الأطفال أن نمنع هذه التقافة من دخول بيوتنا قام أمين عامل مجلس المحلي بمحافظة عدن بادر معاون السباعي بزيارة تفقدية إلى نيابة استيناف المحافظة للتعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها وأستمع السباعي من رئيس نيابة القاضي قاهر مصطفى إلى شرح مفصل عن طبيعة سير العمل في النيابة والاحتياجات المطلوبة بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق عملهم وأبرزها عدم توفر الجانب الأمني للقضاء والعدام تام للموازنة التشغيلية وأشهد أمين عامل المحافظة السباعي بالجهود المبذولة من قبل كافة منتسبي الأجهزة القضائية بالمحافظة في سبيل إعادة نشاط تلك الأجهزة رغم شحة الإمكانيات والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد كرم صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المواقة عدن ثلاثمائة وأربعين موظفة وعاملة في صندوق في احتفالية خطابية وفنية وتكريمية حضرها وكيل محافظة عدن لقطع النقل خالد الجعي ميلاني احتفاءا بيوم المرأة العالمي وفي الحفل أكد وكيل عدن دعم قطاع المرأة في جميع المجالات وبما يسهم في تعزيز دورها الاجتماعي كربة بيت وشركة للرجل في عملية التنمية وبناء المجتمعات والأوطان كما هنأ المدير العام لصندوق قايد راشد أنعم المرأة الموظفة والعاملة في الصندوق بهذه المناسبة العالمية مؤكدا أن التكريم لكل الموظفات والعاملات في الصندوق دون تمييز هذا وقد تخللت فقرات الحفل عدد من المقاطع الموسيقية والأغاني المعبرة عن الفرحة بهذه المناسبة بالإضافة إلى سكتش مسرحي عن المرأة ودورها الأسري في تربية الأجيال حضر الحفل عثمان كاكو رئيس اتحاد النقابات وفاطمة موريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن استعرض اللقاء السنوي لجمعية التكافل الإنساني حجم النشاط لعامي 2015-2016 في العاصمة الموقعة عدن بحضور وكيل محافظة شبو الأخ ناصر محمد القوميشي ووكيل محافظة الضالع محمد وداد وأشاد وكيل شبوه بنشاط جمعية التكافل الإنساني في مجال الإغاثة في عدد من محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن ذلك يأتي دعما لخدمة المواطن وتوسيع النشاط الإنساني للجمعية ليشمل إغاثة الإنسان في ربوع البلاد من جهتي أشار مدير جمعية التكافل الأخ ناصر سالم باجنوب لأن عدد المستفيدين من الإغاثة التي تقدمها الجمعية وصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في تسع محافظات عقد وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد محمد الجعيملان اجتماعا بقيادة مديرية البريقة لمناقشة سير أعمال تنظيم محطات النقل وتفعيل إرادات الرسوم المحلية في المديرية وخلال الاجتماع استمع الوكيل من مدير عام المديرية هاني محمد اليزيد إلى شرح مفصل عن الأعمال التي نفذتها المديرية في تنظيم عمل المحطات البالغ عددها خمس بالإضافة إلى تفعيل وتحصيل الإيرادات والرسوم المحلية لكافة المركبات بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد وأشهد الوكيل بالجهود التي تبذلها قيادة مديرية البريقة في تفعيل مكتب النقل في المديرية باعتبارها من أفضل مديريات المحافظة تنظيما في محطات النقل وتفعيل الرسوم المحلية وتنميتها داعيا سائقي مركبات الأجرى إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق لوائح وأنظمة المرور والنقل للقضاء نهائيا على المظاهر العشوائية في حركة السير وزعت حملة الكويت إلى جانبكم الدفعة الأولى من مساعدات الإيواء العاجلة لنازحية الحرب من محافظة تعز بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج وذلك ضمن الاهتمام الكويتي في المجالات الإنسانية في اليمن وسلمت مواد الإيواء سلمت للأسر النازحة من مديريات حيفان وجبل حبشي ومناطق في المفاليس والقبيطة وتتكون المواد الموزعة بين أسطوانات غاز وطباخات وأدوات طبخ وفرش ومستلزمات أخرى وشهد مدير عام مديرية طور الباحة علوان العطري بالحملة الكويتية واهتمامها بالنازحين ورفضهم بمواد إيوائية من شأنها التخفيف من معاناتهم في ظل المواجهات العسكرية على حدود المديرية من جانبه أكد الرئيس الدوري للهيئة الكويتية رائد إبراهيم على أن هذا الدعم المقدم من الهيئة الكويتية للنازحين بمحافظة لحج يأتي ضمن أولوياتها في تقديم العون للنازحين والمساعدة لتلبية ظروفهم المعيشية المتردية وتتوزع مشاريع المؤسسة إلى جانب الإيواء في الغذاء والمياه والصحة والتعليم برعاية محافظة أبيان الدكتور الخضر السعيدي أقيم بمقر اتحاد نساء اليمن بمدينة زنجبار بمحافظة أبيان حفل خطابي وتكريمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس وفي الحفل ألقت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بأبيان آمنة محسن العبد كلمة حيت فيها نساء أبيان وكل نساء الوطن بهذه المناسبة العالمية الهامة مشيرة إلى أهمية عطاء المزيد من الاهتمام والرعاية لكل أنشطة المرأة وخصوصا شغل الوظائف والإدارات العامة مشيدة بما أكده فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على حقية حصول المرأة على حقوقها القانونية والدستورية ولفتت أن كلمته أعطت الأمل للعمل بنظام الكوتة وتمكين المرأة حتى تستطيع تأدية دورها بشكل فاعل وحيوي في جميع مجالات الحياة كما أكد مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ فرج اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظة والسلطة التنفيذية بدور ومكانة المرأة الهام في حياة المجتمع باعتبارها الجزء المكمل لأخيها الرجل في كل برامج البناء والتنمية وبرامج التعليم والثقافة وكل أنشطة الحياة العامة وأشار مدير الشؤون الاجتماعية محمد ناشر أن المرأة حققت النجاحات وهي قادرة وبفاعلية أن تدير مختلف الأنشطة بكل جدارة وإتقان ومحافظة أبيا رائدة في مجالات العمل الاجتماعي والمؤسسي وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من عملاء برنامج الاتحاد للتمويل الأصغر وذلك بعدد من الجوائز العينية متنوعة وغيرها من الهدايا كدعم للنشاط المؤسسي للتمويل الأصغر الذي يديره فرع الاتحاد التقى الأخ محمد همر البري مدير عام مديرية المنصورة بالأخ سالمين علوي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وعدد من قيادات المؤسسة وفي اللقاء استمع البري من مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي إلى أهم المعوقات المرتبطة بأداء المؤسسة وأعمال المضخات الخاصة بالصرف الصحي وأشار أن هناك أكثر من سبع وثلاثين مضخة تعمل في مديريات المنصورة ومسألة إعادة تأهيلها مسألة مهمة حتى تستقيم أعمال الصرف الصحي من ناحيته أكد لخى محمد عمر البري مدير عام المديرية على استعداد المجلس المحلي التام للتعاون والتكامل وإصلاح الشبكة العامة وأكد على ضرورة تنظيم أعمال إدارة الصرف الصحي بالمديرية على أن تتولى مؤسسة المياه والصرف الصحي توفير المواد وتتحمل الجهات المتضررة خمسين في المئة من التكاليف والمجلس المحلي خمسين الخمسين في المئة الأخرى تحت شعار فكر وريادة وبرعاية إدارة التربية والتعليم بمديرية المنصورة أقيمت المسابقة الثقافية بين عدد من مدارس المديرية وفي التدشين أشاد مدير عام المنصورة محمد عمر البري بأهمية هذه المسابقات التي تأتي ضمن الأنشطة المدرسية وأكد البري دعم المجلس المحلي لكل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها مثمنا الدور الكبير القائمين على كل الأنشطة وفي المنافسة تصدرت مدرسة عدن النموذجية للبنات المركز الأول من بين مدارس المديرية حضر الفعالية الأخ علي علوي مدير إدارة التربية بالمنصورة اختتمت فعاليات الملتقى الثقافي والعلمية الثاني للموهوبين والمبدعين الذي نظمته المديرية في مدرسة الصديقة الثانوية وفي المهرجان الذي أقيم برعاية جسور للحلول التنموية قدمت العديد من الفقرات الفنية والغنائية والوطنية المعبرة عن حب الوطن والولاء له كما قدمت في المهرجان قصيدة شعرية وفي ختام الفعالية تم تكريم المدارس المتفوقة والطلاب المبدعين بالإضافة إلى تكريم المدرسين المشاركين في إنجاح هذا الملتقى وكان الملتقى قد شهد تنافسا كبيرا بين طلاب ومدارس مديرية المعلى في الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية وتقديم الكثير من الأفكار الخاصة بالطاقة والبداء للصديقة للإنسان حضر الحفل رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمديرية المعلى كريم منير ومدير عام التربية والتعليم بالمدرية عبد الرحيم جاوي بهذا الخبر مشاهد الكرام نصلوا إياكم إلى ختام النشرة في الختام نعود ونذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يجري اتصالين برئيس الأركان ومحافظ صنعاء للإطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية في الميدان نائب رئيس الجمهورية يطيق على مستوى الجاهزية القتالية لللواء الثاني حماية رياسية بمديرية العبر محافظة حضر موت والجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم شرق صنعاء في ختم النشرة لكم الجملة التحايا وأطيب المنام من طاقم العمل جميعا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة